نواصل مع المحور الأول circuit variable ونتعرض في هذا الفيديو إلى بقية الجزء الأول charge and current تنقسم دراستنا لهذا المقرر إلى جزئين الجزء الأول direct current والجزء الثاني وهو alternative current بالنسبة للdirect current DC وهو التيار المستمر وخاصيته أن هذا التيار المستمر هو تيار ثابت في الزمن ويرمز إليه بالحرف I capital وكما تشاهدون في هذه الصورة قمنا بربط بطارية قيمة جهد 12V مع مصباح قيمة power 10W إذا افترضنا أن هذا المصباح لوجود 12V مثل البطارية فقيمة التيار هنا هي تقريبا 0.8 3A وهذا التيار هو تيار ثابت مهما كان الزمن وهذه هي خاصية التيار المستمر الـ direct current أما التيار المتردد الـ AC فيرمز إليه بهذا الحرف وهو يستخرج من الـ electrical generator ويرسم هذا التيار مع الزمن كما نلاحظ ويستعمل التيار المتردد لتغذية المنازل المصانع وكل ما فيه محركات سوف نقوم في البداية وسوف نخصص البداية للـ direct current أما الجزء الثاني لهذا المقرر فسوف يخصص للتيار المتردد قلنا في البداية أنه التيار الكهربائي يساوي اشتقاق الشحنات مع الزمن وأن مصدر التيار الكهربائي هو تغير الشحنات في الزمن إذا افترضنا أو عندي element في charge قيمته الـ Q هذه قيمتها 5T sin 4BT والوحدة ننتبه جيدا هي ميلي كولومب السؤال هو كم قيمة الطيار الكهربائي الذي يدخل إلى هذا الـ element في الزمن 05 ثانية بداية لا نستطيع حل هذا المشكل إلا إذا انطلقنا من الزمن فقيمة الطيار الكهربائي تساوي اشتقاق الشحنات مع الزمن كان في المعطى أن قيمة الطيار الكهربائي هي 5T sin 4BT إذن نقوم باشتقاق هذه القيمة قيمة الشحنة وهي 5T sin 4BT وهنا نلاحظ أني عندي two functions الفنكشن الأولى هي 5T والفنكشن الثانية هي sin 4BT فنقوم بعملية الاشتقاق وتكون قيمة الطيار الكهربائي على هذا النحو والوحدة هي ميلي إمبير لماذا ميلي إمبير؟ لأن الشحنة أعطيت لي بالميلي كولومب فتكون النتيجة بالميلي إمبير وطلبنا منكم في التمرين قيمة هذا الطيار ليس في مطلق الزمن وإنما في الزمن T يكون في 05 ثانية فما علينا إلا أن نعوض في هذه القيمة الطيار كل T كل زمن ب 05 ثانية ونجد أن قيمة الطيار الكهربائي التي تدخل لهذا الإلمنت هي 31.42 ميلي إمبير الآن نريد العكس وهو استخراج قيمة الشحنة بين زمنين إذا علمنا قيمة الطيار الكهربائي الذي يدخل إلى هذا الإلمنت استخراج قيمة الشحنة مع علمنا بقيمة الطيار الذي يدخل إلى هذا الإلمنت هو ليس إلا تكامل لقيمة الطيار الكهربائي بين الزمنين وهو 1 ثانية و2 ثانية فنعوض قيمة الطيار الكهربائي بالقيمة المعطاة ونتحصل على قيمة الشحنة بعد قيامنا بالتكامل وتساوي هنا 5.5 كولومب وضعنا كولومب لأن الوحدة للكارنت التي بدأنا بها هي الوحدة الرئيسية وهي الإمبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر